مسار آخر في حديثنا ذكرتني بدعوة الأمين العام للإتحاد العامة للشغل سيد نوردين تبوبي يعني بعد المؤتمر أنت على الاتحاد دعي أنصار ديمقراطية للتنازل واعتبر أنه لا يمكن العودة إلى برلمان 2019 نقطة الأولى في مبادرتكم التي كنت تحكي عليها تقوم على أساس عودة البرلمان باعتباره مؤسسة شرعية يعني هل تعتقدوا أنه دعوة سيد نوردين تبوبي ممكن مناقشتها من هذه الزاوية من زاوية ضرورة التنازل الآن وضرورة نسيان هذه المؤسسة من مؤسسة البرلمان وإيجاد حل ربما من خارج الحل الدستوري لا أحنا مختلفين جذريا مع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الصدد أنا أسجل ما هو إيجابي في كلام سيد نوردين تبوبي في حوار تلفز يظهر لي يوم الإربعاء تحدث فيه في مكالمة هاتفية على أنه من حق الجميع أن يقول هذا انقلاب ولا مش انقلاب وهذه حرية وديمقراطية أنا متفق معها في النقطة إذن نحن نقول هذا انقلاب ونرددها بلا تلعته من في هذا الاتجاه ولا نرى حلا إلا بالعودة إلى الشرعية الناس اللي تكلمت الكل اللي حاول تطعطي حلول ما استطعتش أنها تقدم حل مقبول قانونا ومقبولا يعني من الناحية الشرعية والدستورية إلا بالعودة إلى المؤسسة أحنا نعتبر العودة إلى البرلمان مسألة مهمة لأنك إما أن تلقى روحك في سردية الانقلاب على الشرعية والانقلاب على الدستور وإلا تلقى روحك في سردية إيجا نعملوا انقلاب مع بعضنا يعني شنو اللي قائدين يطلبوا فيه النوعية هذو من الناس إيجا نعملوا معاك الانقلاب بلا يشرقنا معاك باش نعملوا انقلاب على الدستور ومش نعملوا انقلاب على الشرعية لا يش خيار آخر إلا العودة للبرلمان وربما هذا البرلمان بالصورة اللي كانت عليها في 2019 لا لا نتفقوا نتفقوا أن الصورة هذكة احنا متفقين على أنها صورة سيئة أولا ساعة خليلين حدوا المسئوليات متاع ترذيل معناها البرلمان كيف يشتم وشكون القوان اللي كانت أكثر مسئولية أقول أكثر مسئولية في الوصول إلى رذالة البرلمان علش موارا خاطر ثم حكاية وثم قصة وثم أكاذيب اللمدوها مع بعضها نكتبوا القصة كما نحبوا احنا ونبنيوا على تلك القصة ما يمكن أن نبرر به مش الانقلاب حتى تدمير الدولة ترذيل البرلمان شكونوا مو كنا نقولوا احنا هناك مؤامرة على الانتقال الديمقراطي المتعثر اللي ما هوش محقق أهدافه احنا انقضناها أكثر من لنقدوه الانقلابيين على فكرة اولي ساندو الانقلاب انقضنا برلمان 2019 وانقضنا ممارسات سياسي 2019 وانقضنا مخرجات 2019 ولكن لم ندعو الى الانقلاب عليه واندما نقدناها حددنا المسئولية مسئولية الحزب الفاشي كانت واضحة وظاهرة مسئولية الأحزاب الوظيفية والنواب الوظيفيين الذين كانوا يوفرون الشروط للتهريج متاع الحزب الفاشي باش نصلوا في لحظة من اللحظات انه نقولوا هالبرلمان ما حشتناش بهه وانه نقولوا هالديمقراطية مش باهية وانه نقولوا هالثورة هذي منعونة ايه طبعا كانت هناك عملية تهيئة وعملية أوركستراتيون ايه هذا نقولوه او ما نقولوه ثم نمر بعد ذلك الى تحديد مسئولية اطراف سياسية اخرى من حركة النهضة الى رئيس البرلمان هالحقه كان موجود ما كانش موجود هدايا الكلو يلزم نكتبوه لحكاية ساعة كاملة باش نجموا بعد نقولوه انه اه 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 يجب ان ينقلب على الديمقراطية ام لا لما نكتبوه لحكاية بقصتها الحقيقية نقولو ما ثماش امكانية اخرى انه نخرج من سردية الانقلاب ونعود الى سردية الشرعية لطالبتها الناس كل طالبتها الدول الكل الا بالعودة الى المؤسسة البرلمانية كيفاش ترجع المؤسسة البرلمانية هذا نتناقشو فيه اه شنية الشروط اللي ترجع فيها نتناقشو فيه شنية الضوابط التي تجعل لهذا البرلمان شنية المدة اللي نخليها لهذا البرلمان نجمو نتناقشو فيه اما انه هكذا نفسخو نهائيا يعني المسار الدستوري والمسار الشرعي فهذا في الحقيقة طلب وانخراط في وضعية الانقلاب أنا نعتبر هذا الموقف هو موقف تاريخي هل أنه مجدي سياسيا هل أنه يتفعل سياسيا الموقف التاريخي والموقف الأخلاقي هذا انقلاب ولا يسقط هذا الانقلاب إلا بعودة المؤسسة والعنوان الرئيسي للشرعية الدستورية هو عودة المؤسسة الأصلية اللي هي البرلمان بعد ذلك يمكن أن نتناقش حتى هذا السقف حول العديد من القضايا اللي نجم نلقاه فيها تسويات